بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته روى البزار والطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء فأما خليل يعني الأول فيقول ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله وأما خليل يعني الثاني فيقول أنا معك أحملك وأضعك حتى تأتي باب الملك فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت فذلك أهله وولده وعشيرته يشيعونه حتى يأتي قبره ثم يرجعون فيتركونه وأما خليل يعني الثالث فيقول أنا معك أدخل معك وأخرج معك فذلك عمله فيقول هذا الميت والله لقد كنت أهون الثلاثة عليه يعني يقول لعمله إن هذا المثل هو تصوير وتفصيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله فشبه المؤمن عندما يموت برجل له ثلاثة أصدقاء المال والأهل والعمل فيقول له المال ما أنفقت في حياتك فسيأتي معك وما أكلت أو ادخرت فسيتركك لأن المال ينتقل إلى الورثة في لحظة الوفاة ويبقى له ما أنفق عند الله قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باقا وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شات فأنفقوها في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها فقالت ما بقي منها إلا كتفها فقال عليه الصلاة والسلام بل بقي كلها إلا كتفها ويقول له الثاني وهو الأهل نحن نأتي معك إلى القبر ثم نتركك ونرجع ويقول له الثالث وهو العمل عمله أنا معك أدخل معك إلى القبر وأخرج معك إلى الحساب فيقول له المؤمن والله لقد كنت أهون الثلاثة علي فالمؤمن مع كل ما قدم من عمل صالح سيشعر بالتقصير لما يرى من كرامة المؤمن بعد الموت ومعناه أن الكل سيندم يوم القيامة الكافر يندم لأنه لم يؤمن ولم يسلم والمقصر يندم لأنه لم يعمل والعامل يندم لأنه لم يكثر ولم يزد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه عز وجل ويصل على نبيه إلا كان عليهم حصرة يوم القيامة وخلاصة هذا المثل أن المؤمن إذا مات تابعه عمله في البرزخ في القبر فكان له خير صاحب يؤنسه في وحشته وينور له في ظلمته فالموت راح وبشار للمؤمن قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون يعني هؤلاء الملائكة يتنزلون يقولون لهم لا تخافوا على ما ستقدمون عليه من أمر الآخرة من أمر البرزخ ولا تحزنوا على ما خلفتم في دنياكم من أهل وولد ومال فإنا نخلفكم في ذلك كله نسأله تعالى أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها إنه سميع المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة